مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب فهذه الحلقة لحدث الإيجابي اللي غن تكلموا عليه كيرسخ انتصارات المملكة في مواجهة المتربسين بعلاقاتها وشاركاتها وكيتمثل في حكم قضائي لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أصدرت محكمة ترس كون في فرنسا حكما قضائيا ضد مناورات النقابة الفلاحية كون في ديرالية بايزن القرار الحاسم جاء ليحصل الاتفاق الفلاحي المغرب الأوروبي كما أنه أفشل كل محاولات النقابة الفرنسية في تحقيق مساعي من يوظفوها للاستياد في المياه العكرة ولأهميته تفاعل خبراء وأكاديميون مع الحكم القضائي متفقين على أنه يشكل انتكاسة قانونية جديدة لجبهة البوليساري والانفصالية ولداعمها أما الفلوب فهي الممارسات لكيتمدوا فيها بعض الوسطة الشناقة بمناسبة عيد الأضحى هم أشخاص كيمل أسوق الحولي شغلهم الشاغل هو تحقيق ربح وفير بين تمن شراء المواشي من عند الفلاح وتمن بيعها للمواطنين غير آبهين بما يلحقه ذلك من ضرر على ميزانية نفسية الأسر داخل كل سوق يوجد المستهلك المغربي نفسه بين مطرقة الشناقة اللي يقنعه بشتى الطرق أن الأضحية مليحة وتستحق أغلى تمان وبين ميزانيته المحدودة هذا الموضوع ادخل قبة البرلمان بحيث تطالبه عدة نواب الحكومة بحماية المستهلك المغاربة من ممارسات الوسطة في عدة مناسبات في حين هذه الفئة تعتبر نفسها كترزق الله ولا تلحق أي ضرر بالمستهلك المغربي حلقة ننتهت شكرا على المتابعة وإلى الملتقى اشتركوا في القناة